وللوقوف أكثر على مساعي رئيس الفرنسي مانويل مكون لحل الأزمة الخليجية اللبنانية توازياً مع التنامي نفوذ ميليشيا حزب الله ينضم إلينا عبر خدمة زون من ترابلوس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب أهلاً بك معنا أستاذ علي مرحباً نهلاً وصحة أهلاً بك أستاذ علي استقال القرداحي هل بيتنا اليوم أمام انفراجة في العلاقات بين لبنان والخليج؟ يعني بدنا في انفراجة في العلاقات بين فرنسا والخليج إذا صح التعبير وليس بين لأن مسألة استقالة القرداحي أو مسألة قطع العلاقات أو طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج وخاصة من السعودية هو في الحقيقة عبارة عن فيتو سعودي رفعته السعودية بوجه مكرون بسبب أن مكرون عمل صفقة مع الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي أنتجت حكومة لبنان وأنا أسميتها بالمكرسية السعودية لطالما نزل إليها الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة على أنها ممول لمشاريعهم في المنطقة اليوم السعودية بهذا الموقف أعادت بعض الاعتبار لموقعها قراعية لاتفاق الطائف اضطر مكرون الذي صبك وعم أصدر مع رئيسي بيانا تحدث فيه عن رباعية يعني وازن فيه جعل حزب الله بمثابة دولة عندما قال بإمكان فرنسا وإيران وحزب الله المساعدة على تشكيل حكومة لبنانية هذا التصريح هو الذي أغضب السعودية وليس تصريح جورج كرداحي جورج كرداحي كان إذا صح التعبير هو الشمعة التي علقت عليها الأزمة وطبيعي أن يستقال اليوم جورج كرداحي من أجل تحقيق هذه الانفراجة لكن الانفراجة بين السعودية وفرنسا وليس بين السعودية ولبنان لا يستطيع لبنان نظرا أن يشاكس السعودية وأن يعارضها وهذا أمر عروف نعم ولكن استقالة القرداحي كما ذكرت لربما حققت انفراجة بين فرنسا والسعودية ولكن منطقيا يجب على الحكومة بجميع الحكومة حكومة التي لربما يسيطر عليها حزب الله أن تستقيل وليس القرداحي مسر وراء هذه الانفراجة باسم القرداحي حزب الله قال بأنه يقف مع القرداحي بغض النظر عن الموكف الذي يتخذه لأن العقوبات السعودية والخليجية على لبنان فكانت عقوبات قاسية في ظل وضع وانهيار اقتصادي وارتفاع صاروخي لسعر الدولار وبالتالي حزب الله يريد حل بهذا المعنى ماكرون أتى لإنقاذ حزب الله من هذه الورطة التي هو فيها لماذا؟ لأن ماكرون أخذ صفقة في العراق بموافقة إيرانية وهو موعود بصفقة نفطية أيضا في جنوب لبنان بموافقة إيرانية وأيضا بتسهيل من حزب الله لأن صفعة الغواصات الأمريكية التي صفعة الغواصات الأسترالية التي طلقتها فرنسا كسرت ظهرها من الناحية الاقتصادية وبالتالي هي الآن تبحث عن الفتات وتبحث أيضا عن محاولة التسلل بانتهازية رخيصة مع الأسر إلى دور متقدم على مسرح المنطقة المسيحيون خاصة في لبنان اليوم يعني ما عادوا ينظرون إلى فرنسا كأم حنون للمناسبة هم نافرون من مواقف ماكرون الذي يعتقدون بأنه باعهم عندما تحدث عن مبادرة سياسية يكون حزب الله في صلبها وهنا التناقض البارز البيان المشترك السعودي الفرنسي الذي صدر اليوم يتجاوز مسألة لبنان ويتجاوز مسألة القرداحي هو نوع من خارطة طريق سعودية خليجية فرنسية إذا صح التعبير تبدأ من اليمن وصولا إلى فلسطين واحتلة إلى سوريا ولبنان جزء منها وأيضا العراق لكنه الجزء النافر فيها نعم بخصوص لبنان الآن هل يبدو واقعيا ومتاحا فعلا إعادة العلاقات وإعادة الدعم الخليجي إن صح التعبير إلى لبنان في ظل سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية البيان المشترك السعودي الفرنسي والذي نشره للمناسبة الجانب السعودي ركز على القرارات الدولية على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني على ضبط الحدود والمخدرات وتأكيد سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأرض اللبنانية هل هذا يبدو شرطا يعني هو تركيز ولكن يبدو شرطا طبعا هذا شرط السعودية لم تقبل بأن تقدم أي دعم أو مساعدة لدولة يهيمن عليها حزب الله وبالتالي بهذا المعنى يمكن القول بأنها قد ورتت ماكرون في هذا الموقف وأنها استقطبته إلى مربعها وإلى ما تطالب هي به لقد أخذت السعودية مواقف سياسية مهمة من فرنسا بخصوص حرب اليمن وأيضا حول الإرهاب وأيضا حول التصفيفات إيران والمسيرات ومسألة العراق ومسألة سوريا وأيضا حول المخاطر التي تتهددها انطلاقا من لبنان سواء عبر خصوصا عبر تجارة المخدرات والتهديدات التي تتعرض لها في اليمن عبر لبنانيين من حزب الله يشرفون على هذه المسيارات والصواريخ الباليستيني وهذا ما ركز عليه البيان السعودي الفرنسي المشترك نعم بعد تأكيد فشل مباحثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني بشهادة ماكرون نفسه ألا ترى أن هناك نية إيرانية للتصعيد وتحريك ذروعها في المنطقة لتعويض هذا الفشل وخاصة نتحدث هنا عن لبنان وحزب الله هذا أمر وارد جدا المنطقة تغلي اليوم حصل هناك هجوم حصل في نطنز ويعتقد بأن هذا الهجوم يقف وراءه الكيين الإسرائيلي أنا أعتقد بأن التموضع الفرنسي الجديد باتجاه موقف أقرب إلى السعودية يشي وكأن هناك في نوع من الاصطفاف الأقليمي الذي يعمل بمراوح متعددة يبدو كأن الخيار العسكري أحد مصارات هذه المروحة لتليين التضاريس الحظة في المنطقة نعم إذن كنت ضيفنا عبر خدمة زوم من طرابلوس الكاتب والمحل السياسي اللبناني علي شندب شكرا جزيلا لك